السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنتم المرات تشاهد القناة تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء للتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو كيف أترجم الجملة من العربية إلى الإنجليزية كيف الطريقة أو كيف الطريقة اللي يفكر بها عند الترجمة مثلا أريد أن ترجم نأخذ جملة مثلا عن أنا وهو وهي وهكذا ونشوف إحنا كيف أترجم هذه الجملة مثلا أنا سعيد يعني أنا سعيد أنا مبسوط لدينا الجملة الأخرى تساعدني أمي في واجباتي رأي واجباتي المدرسية أو في وظيفتي مثلا لدينا هذه الجملة أنا سعيد كما نعلم في اللغة الإنجليزية أبدأ دائما بـ subject بالفاعل بعدها verb الفعل وعدنا compliment تكملة الجملة أو تتمت الجملة أنا سعيد يجي شخص يكتب أنا يقول I سعيد happy يكتب I happy وهذا خطأ لماذا يا أستاذ؟ خلص حولتنا أنا I سعيد happy أو حزين مثلا يكتب sad مثلا أراد أن يكتب حزين يكتب sad يقول I sad أيضا خطأ الفكرة ليست بالصفة الفكرة لم يكتب فعل باللغة العربية مبتدى وخبر بدأت المبتدى من أبدأ بي الكلام أنا طيب خبرنا عن حالك تقول سعيد هذا الخبر بالانجليزي هذا خطأ يجب أن يكون فاعل بعدها يجب أن يكون فعل لاحظ لا يوجد فعل واضح بالجملة مثلا eat يأكل drink يشرب read يقرأ write يكتب وهكذا إذا لم يكن هناك فعل واضح بالجملة عند إذن يكون الفعل yam am yam is أو are يعني فعل يكون يعني am ترجمته يكون is يكون are يكون إذن جميعها بمعنى يكون أو يقابل باللغة العربية يكون مثلا I am أنا أكون he is هو يكون she is هي تكون وهكذا إذن هي شيئة نستخدم معها is أيضا لدينا we are نحن نكون you are أنت تكون أنت تكونين أنتما تكونان وهكذا على حسب ترجمة you إلى خمس ترجمات أنت أنت أنتم أنتما أنتنا أيضا they they are هم يكونوا هما يكن وهن يكن إذن لاحظ am is are إلى نفس الترجمة تماما كلها بمعنى يكون على حسب اللي قبلها لا أقول أنا يكون أنا أكون I نستخدم معها am كما نقولنا يكون فعل I am happy أنا أكون سعيد نريد أن نقول هو سعيد طبعا تغير الصفة سعيد حزين قصير طويل وهكذا لكن نحن يهمنا تركيب الجملة هو he سعيد أيضا يكتب happy بهذا الشكل وأيضا خطأ لماذا لا يوجد فعل واضح إذا لم يكن هناك فعل يجب أن نضع am is are he كما رأينا تأخذ is نقول he is happy هو يكون سعيد هذا الجملة صحيحة مثلا نقول هي سعيدة هي بالإنجليزي she سعيدة happy ممكن شخص يقول سعيد happy سعيدة كيف نضفتها مربوطة لا لا نفسها الصفة تأتي المذكر والمؤنث والمفرد والجمع أيضا نكتب she تأخذ is she is happy هي تكون سعيدة أو هي سعيدة أيضا مثلا تكون قطة أو كلب أو يعني غير الإنسان نقول it is happy إنه سعيد أو إنها سعيدة مثلا نقول هم سعداء they أيضا نكتب happy كما قلنا الصفة بالإنجليزي للمفرد يعني إذا كان واحد إذا كان جمع إذا كان مثنى إذا كان مفرد إذا كان مؤنث إذا جميعها نستخدم نفس الصفة they تأخذ are تصبح هم يكونوا سعداء هذه الجملة الصحيحة إذا نستطيع أن نقول they happy هذا خطأ لكن لا يجد فعل واضح يعني ما يجد يأكل يشرب ينام لكي نكتب هذا الفعل كما هو لم يكن هك فالواضح يجب أن نضع فعل كون they are happy هم يكونوا سعداء وأيضا she is happy هي تكون سعيدة لاحظ سعيد سعيدة إذا في تام الروط مؤنث أيضا سعيدة جمع وجميعها استخدم نفس الكلمة يعني الصفة كما قلنا لجميع الحالات مفرد أو جمع أو مؤنث أو مذكر ويجب أن نعرف الضمار لدينا سبع ضمار I he she it we you they أيضا يجب أن نعرفهم أفعال كون كما قلنا ثلاثة فقط am is are دائما am فقط نستخدمها إذا جاء قبلها i لا تستخدم بغير موضع ممكن نختصر هذه الجملة I am تصبح I'm happy أنا أكون سعيد بهذا الشكل يعني بدل عن the a حذفتها وضعت أبوستر فاصلة علوية كتبت m إذن I am تختصر I'm بهذا الشكل تساعدني أمي في واجباتي كما قلنا يجب أن نبدأ بالفاعل يساعد ممكن يقول شخص تساعدني ويصبح مطاب أولا يجب أن نعرف ماذا يعني يساعد help help يساعد إذن هذا الفاعل الفاعل ما هو الفاعل في هذه الجملة أمي إحنا نعرف أم mother أو mom طيب أمي كيف أقولها مثل ما اسمك what is your name ماذا تقول my name يعني اسمي معاته نقول mom أو تريد تكتب mother أم نفس الشيء تريد أن تقول أمي تقول my mom إذن أمي my mother إذن أمي كما تقول my name name اسم إذن name اسم my name اسمي كذلك هنا بدلا عن name استخدمنا mother أو mom نفس الشيء تريد أن تقول أمي my mother my mom إذن بهذا الشكل إذن كتبنا الفاعل انتهينا منه أبدأ الآن بالفعل الفعل كما قلنا help help يساعد لكن زمن المضارع البسيط أو زمن حاضر يعني شيء اعتيادي أو بشكل اعتيادي دائما أمه الوحيدة التي تساعده إذن نضع s للفعل إذن s للفعل ال s هذه ليست تسجمع مثلا عندنا car سيارة نضع s cars سيارات car اسم لكن help فعل فعل action في حدث ال s هذه وضعناها لماذا لأنه قبلها واحد يعني شخص واحد هنسميها s المفرد الغاب إذن هذه s المفرد الغاب نضعها للفعل كما قلنا لأنه جاء قبلها مفرد إذن شخص واحد my mother helps إذن تساعد أمي تساعد من helps me تساعدني إذا ردنا نقول تساعده helps him تساعده كما قلنا يجب أن نعرف الضمار بحالة المفعول به يعني تأتي بعد الفعل تساعدها helps her إذا كان غير إنسان نقول helps it helps us تساعدنا helps them تساعدهم helps you تساعدك تساعدكم تساعدكما على حسب you كما قلنا لها خمس ترجمات أنت 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 أنتما أنتم أنتن إذا قلنا helps you تساعدك helps you تساعدك helps you تساعدكم helps you تساعدكما helps you تساعدكنا إذا نفس you them كما قلنا هم هما هن helps them تساعدهم helps them تساعدهما helps them وهكذا we طبعا us جاي من كلمة we تساعدونا وهكذا إذن يجب أن ننتبه إلى الضمير بحالة المفعول به على حسب الجملة تساعدني يعني أنا لا أقول helps I helps me إذن هذا الضمير بحالة المفعول به الحيب يرجع بس يكتب قائمة تشغيل اسمها ضوائر على قناتي يحصل جميع الشرحات عن الضمير بحالة الفاعل المفعول به والملكية وهكذا إذن my mother helps me تساعدني في لا نقول in تساعدني يعني be with with نترجمها be أو مع إذن تساعدني في واجباتي أو بنقول بواجباتي my mother helps me with يعني تساعدني أمي تساعدني أمي ب نترجم with ب أو مع لاحظ هنا جاءت بمعنى with with معنى ب أو مع مثلا أقول I play with the ball ألعب ألعب بالكرة لا أقول ألعب مع الكرة إذن ألعب بالكرة I go with my friends أذهب أذهب مع أصدقائي لا أقول أذهب ب أصدقائي إذن شخص يقول متى أترجم مع أو ب على حسب مكانها في الجملة إذن ب واجباتي لاحظ نعرف كلمة واجب home work إذن واجب أو واجبات لا نقول homework نضع لا هي نفسها جمع homework كما قلنا أمي my mother واجباتي يعني ملكيتي أنا إذن أقول with my homework إذن بواجباتي إذن أصبحت الجملة my mother أو نقول mom helps me with my homework نريد أن نقول بدلا عن my mother نريد أن نقول أبي my father يعني يساعدني أبي أو نقول dad my dad helps me with my homework تريد أن تقول يساعدني أحمد خلص بدلا my mother my dad تقول أحمد helps me تريد أن تقول بدلا أحمد تقول he he helps me هو يساعدني وهكذا إذن فقط تغير الفاعل الفعل نفسه والتكملة تكون نفسه يساعدهم يساعدهم وهكذا الحسب كما قلنا الضمير بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية الترجمة العربية إلى الإنجليزية وبعض الأفكار التي ممكن تساعدني في تطوير من مهارتي في الترجمة أو في التحادث أو الكتاب في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لكم الفيديو اللي يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر